فبالتالي أجل علماء يا بني الآن قياس اللي هو الدرس الأول ها الدرس الأول تعودت علي أشرح ثم نقرأ ما هو موجود في الدوسي ثم نقرأ ما هو موجود في الدوسي لأنه مرات التحدث فيس تو فيس مع بعض بسهل هي كان بعض الدكاترة اللي بيحكي بلغة سليمي جدا تفهم الموضوع ثم نقرأ ما هو موجود الدرس الأول اللي هو بدنا الموضوع الأول في الدرس الأول حساب طرح يا جماعة سرعة التفاعل بدلالة اللي حاب يكتب معي ما فيه مانع الكميات أو انتظر لاحقا يعني أنا بتوقع في كثير من الطلاب اتصلوا فيي اللي أخذ بطاقة الفصل الأول بقولي والله يا أستاذ يوسف بينه وبينك إحنا معظم وقتنا بروح في الكتابة بس قالوا لي كلمة حلوة أشهد لله المعلوم ظل الثابت هنا بالضبط عمي أنا بعذركم أنتو الله يعطيكم العافية أنتو هذا الجيل يعني منتو مصف التاسع بدأت كورونا معكم آه والله يعني الله يعطيكم العافية فبالتالي أي أستاذ بقول لك اكتب معلاش والله هذا بده مصحتك يعني نصيحة لله ليه لأنه كنتو تحضروا كل ياتوا على الأونلاين والله أنا معكم حتى لما تجاوب امتحان تجاوب عن أونلاين هذا إذا أنت جاوبت ما جبت أخوك ولا ساجرت لك واحد مصرب خمس سرات ولا فلان وفلان مصبوط ولا لا فبالتالي وإن كانت الكتابة تأخذ وقت لكنها بتفيدك الله أعطيكم العافية وتذكر دائما الكلام كنت أقول لك يا كن مع الله ولا تبعلي حساب سرعة التفاعل بدلالة الكمية الآن الفيزياء قلنا سرعة المسافة على الزمن أجو في الكيميا طلعوا قانون غشوا من الفيزياء ساذة غش حرام يا سيدهون العلم الغش حلال شو قالوا طلعوا معي كويس قالوا ما يلي التغير ها تغير شو معناته نهائي ناقص ابتداء انسوا لي شو مكتوب في الدوسيل دحكي معكم بالعربي في كميات في كميات هو 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 كميات 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 فوق مسافة عندنا استعاضوا عن المسافة بايش بكمية سبنتخرف عليها ممتاز التغير في كميات إحدى إحدى المتفاعلات أيوة أو النواتج أو النواتج كتبت بالعربي على التغير في الزمن التغير في الزمن هاي الدلتة تعني التغير يا سلام اطلع راحتك عليها يلا يا سيده بالله عليك يا أسعد قارن ما بين القانون في الفيزياء والقانون في الكيميا هنأتأكد الخلوي عندي على الصامة ولا لا أول مرة أدخله معاي انسيته بلاشة وأنا قاعد انت بتفكر يا حرام يجي هالتليفون لا ها شلناه ها ولا تزعل ها حقك عليه والله يا سيد يوسف ما في خلاف هنا مسافة هنا كمية عمي هذا كلام منطقي أنا بدني هاك نفهمنا وياك فهم حلو انت بتقول يوسف بدنا قيس سرعة يوسف عند انتقاله من هذه النقطة إلى فرضا اللي ساكنين في الزرقاء إلى مجمع بنك الإسكان في الزرقاء ها بشوف المسافة اللي قطحها على الزمن الله أكبر طب احنا ما في عنا مسافة في الكيميا يعني عفوا فالكلم يا جماعة الخير معلش أبسط إشي لما أجي أحكي أنا عن تفاعل بسيط كلنا يعلموا اي بتحول لبي طبعا بالمناسبة نور اي مادة يا بنتي متفاعلة وهدي بمادة إشي بنتي ناتجة يعني أبسط تفاعل مادة متفاعلة ومادة ناتجة هذا أبسط تفاعل فيش أبسط منه طيب كيف قصوا على التفاعل قالوا لحظة شوي اي ماله اي اتفاعل كيف اتفاعل مناش دخل اتحول لبي مش اي راح لبي لا اي مادة متفاعلة تستهلك تستهلك يعني تركيزها بقل وبمادة ناتجة تنتج يعني تركيزها بزيد اللي هي بسموها تكويم فاللي بنقص هون ماله يا جماعة بزيد هون يا سلام إذن الكمية هي اللي انتقلت كيف الكمية يعني اي يا كلها تحولت لبي يا جزء من اي تفاعل وتحول البي إذن هون الكمية اللي بتلعب تور كمية عشانيك مرادف المسافة كمية في الكيمية غشو لما غشو غشو طبعا بالمناسبة كلمة تغير رجاء تغير ها مين يذكرني عبدالله فاينال آية عمار مية في المية فاينال ناقص انيشال اللي هو النهائي ناقص ايش يا بني الابتدائي يا سلام خلينا نحكي هذه المفاهيم بعدين يا جماعة الخير بنوخوا بالتفصيل شو موجود في الكتاب نهائي ناقص ابتدائي تغير حلو الكلام إذن في الفيزيو مسافة على الزمن في الكيمية كمية على الزمن منطق أنا نفسي انتقلت لهناك لكن في الكيمية المادة تفاعلت نقص نقصت كميتها مقدار النقص زاد للمادة الناتجة إذن الكمية هي التي تنتقل طبعا اللي بنقصه هون بيزيد هون ما في خلاف علي ممتاز جدا حلو الكلام لهون قبل ما أستمر عشان تكون في الصورة انت عمالك بتحكي عن كمية احنا بنحكي عموميات قبل ما ندخل بالتفاصيل الآن يتم تمثيل يتم تمثيل طبعا يا أبني الكميات ها على النحو الآتي كمية كمية ايش النحو الآتي احنا بنحكي عن مين عن كيميا تعال تفضل جحرش فيها جحرش فيها بطير كمية بالله أسأل سؤال الحجوم ألا تعتبر كميات أنت عارفين شاني حجوم ميلي لتر لتر إلى آخر نعم السديسف تعتبر سنتيمتر مقعب هذه الحجوم هي كمية المواد الغازية يا سلام يعني يا جماعة الأصل الغاز عندما يعبر عن كميته يعبر عنه باللتر بالميلي لتر لأنه من ندخل التفاصيل الغاز يحتل الحيز الموجود فيه مظبوط مثلا في عندي مثلا الكتل 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 يا بدوي الكتل مرعي الكتل زي جرام زي ميلي جرام زي كيلو جرام إيش ما كان هاي الكتل تستخدم في تمثيل كمية المواد مين يا بني أيوة أيوة احكي 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 يا زيد الصلبة مية في المية هاي كمية آخر شي المحاليل السوائل المحاليل السوائل هاي يعبر عنها بالمولار ذاكرينه المولار اللي هو مول لكل لتر مول بير لتر لكل لتر 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 ذاكرينها مولار 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 ام كابتال لتر هذه يا بني المحاليل اللي هي عفوا اللي هي المولار صرنا كاتبينها المحاليل اللي هي التراكز الإيش يا بني التركيز إذن عنا المولار حتى تكون ترتيبها زي اللي فوق الله يرضى عليك هنا بنيجي نقول المولار المولارية بمعنى أصح أرتب لكيها بطريقة أفضل المولارية اللي هو التركيز مولاريتي المولارية نعم المولارية مولاريتي المولارية اللي هي أم إيش هي الأم اللي هي مول أبن لتر بر لتر مزوطة لا لا هذه خاصة يا بني للمحاليل والسوائل السوائل شو الفرق بين المحلول السوائل لا المحلول المادة مذابة في الماء السائل لنفس المادة نفس المادة حلو كلام شوف التغير في كميات الكمية قد تكون إما بالكتل أو قد تكون إما بالحجوم أو قد تكون بالمولاريتي المولاريتي للمحاليل والسوائل الحجوم خاصة بالغازات والكتل خاصة هسا إحنا الكتاب نمركز يا بني على المولاري كل تركيزنا هون طب ليش تعطينا للباقي لا الباقي لما نيجي إن شاء الله للرسم البياني ما أخذين كان مثال على الغازات فبديش إياك أنا تنصدم واللي درسته وبعرفني بحب دائما أحكي المفاهيم في أول حصتين عشان هذه المفاهيم نؤكدها في بقية الحصص وسطات تركيز الكتاب على المولارية مولارية لكن لا يعني هذا إني أغفل عن البقية لا حسب السؤال بسم الله ونقول بسم الله ما أنت قلت قبل شوية بسم الله أوله آخر دائما بسم الله دائما إخلص النية لله سبحانه وتعالى عمل بلا إخلاص لا يستوجب الخلاص الله يارب يوفقكم يا رب يارب يوفقكم إن شاء الله ربنا بالفلاحي نولك اللي أنت بدك إياه نشرب ماء ماء وين روحي هقول ناشعي لا إلى آخره لا اتعود عود حالك بسم الله ما فيه خلص شوية إن شاء الله بعينه لكل واحد فيكم قرصون قوله إن شاء الله حلو كلام لهون يارب لا خلص شوية تخفش أحمد بعينه لكل واحد إن شاء الله تعالى يجاوب عنه في كل ما نبدأ الآن بسم الله إحنا قلنا القانون إيش هو القانون قياس السرعة من خلال التغير في كميات إحدى المتفاعلات أو النواتج على التغير في الزمان يعني القانون بالإنجليز هسا جانا على الكتاب rate 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 يقصد بها السرعة rate يقصد بها السرعة التغير قوس في كميات reactant reactant اللي هي المتفاعلات or products اللي هي النواتج أحد إحنا أول شي كتبنا لك ياها بالعربي بسوط بسيط بعدين الآن شوف الكتاب شو كاتب على التغير في الزمان دلتا تي 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 تايم تي تايم الآن هنا عندي يا بني reactant متفاعل اللي هي متفاعلات بالأصل reactants مش إشكال و products نواتج كميات والتي من إيش يا بني من تايم اللي هو إيش يا بني الزمان هذا هو القانون اللي هس حكنا قبل شوي بالعربي طيب الآن في شغل تكون عندك يا بني واضحة خلي قانون أمان يا الله يا الله أنا بتعرف أنا كتخصص كيميا والله بالضايق من إخواننا مرات المصريين أو السوريين هي كيميا وهي كيميا هي كيميا طبعا هو يقصد بكلمة هي كيميا اليوم توضح كويس إنه مش له هالدرجة الأمور صعبة لا 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 لهالدرجة الأمور داخل ببعض مشبكي كيف يا وساب أعطيك مثلا أنا لما أجب الفيزي أقول المسافة على الزمن الفيزي أبسط أنت بتقيس سرعة مفرد بغض النظر قلم قذفته رصاصة أطلقتها عفوا شخص ماشي إيش مكان سيارة إيش مفرد لكن في الكيميا الله أكبر يعني أنا عفوا في الكيمي لما يكون عندي تفاعل يا بني زي هيك A طلع زائد B بعطيني C زائد D أنا الآن يا أستاذ بها عمالي مش متحكم في عقلي بحكي اللي عني بعدها من يشوف شو اللي موجود اتفقنا لنفترض طلع كانت هاي 2A 3B 4C 5C حلو الكلام 100% هذا كيف تدقي سرعته شايفين عشانك بقول هي كيميا أنا من شاء الله كيف تدقي سرعتها المحترم يعني يوسف هنا مين مكان تسليم تحركت بشوف فرق المسافة على الزمان النقطة اللي بدأت منها والنقطة اللي انتهت عندها فرق المسافة والمسافة اللي قطعت على الزمان المستغرم في الكيميا من شاء الله مين بدي أحسب مين كيف بدي أحسب هذا كيف لو عندي خمس متفاعلات وخمس نواتج كيف لو عندي عشرة عشرة طبعا بالمناسبة للتذكير معلاش أنا بشرح ولا كأنه واحد بيعرف إشي لأنه في طلاب انضموا إلي حديثا اللي على اليسار يا بني متفاعلات الله يرضى عليك ولي على مين نواتج معلاش معلاش واحد بقول يا أستاذ يوسف معقول في حدا بيعرف فاش طبعا يا بني لا يرضى عليك دائما إن شاء الله ربنا بيسر لك دكتور ولا كذا دائما تحدث مع الناس بأبسط صورة تلاحظ الدكتور الناجح بتلاقيه بقعد مع المريض بعطيه أريحية في الوقت بيسمع منه المريض بكيف ما هو معظم أمرض نحالات نفسية الحمد لله عز وجل طيب كيف نقيس سرعة هذا التفاعل طيب خليني أنا الآن أنطلق بسلوب عربي بعدما نحول لأنجليزي إليك إليان يا سيدي لما نيجي نحسب حسب القانون هذا واللي كتبته قبل شوي نستطيع أن نقيس سرعة التفاعل بدلالة إحدى المتفاعلات أو إحدى مين يا بني النواتج يعني بقدر أقيس السرعة إما بدلالة أي أو بدلالة ب أو مين يلا دلالة سي أو بدلالة ب هاي نقطة حطها في ذهنك يعني مثلا آج أنا أقول سرعة التفاعل بدلالة إي اللي هي نفسة يا بني سرعة التفاعل أو بنا نقول سرعة استهلاك إي استهلاك إي ويساو طبعا بالمناسبة يا جماعة كلمة استهلاك عشان تعرفوا الصورة المواد المتفاعلة ورح تيانور منقول عنها استهلاك يا سلام أو منقول عنها اضمحلال 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 أو منقول عنها اختفاء ليش بنحكي هذا الكلام للدلالة على أن تراكيزها التنقص بمرور الزرع أي شيء يشير إلى أنه يستهلك المواد يا بني الناتجة ناتجة مقول عنها انتاج سبتشوف ماشيني شوي شوي تكوين ها ظهور انتو الحمد لله لا عربي ولا انجليزي فلما أقول سرعة استهلاك ايه يعني مادة متفاعل اللي نفسه سرعة التفاعل بدلالة ايه يعني أنا بدأ قيس سرعة التفاعل بدلالة ايه طيب حسب القانون التغير في تركيز ايه يا سلام على التغير في الزمن ها الريت تعي سرعته التغير في تركيز طبعا للتذكير برضو هاي تذكير للتذكير برضو الله يرضى عليك انه البراكت هذا يمثل التراكز سيد يوسف معلش اخذناها انا انسى اخذناها معلش في طلاب انضم مجداد الله يرضى عليك يمكن بعض الاساسي ما اطرحه هذا البراكت يعني التركيز حلو الكلام اذا هاي معناتها سرعة التفاعل بدلالة اي هي نفسها سرعة استهلاك اي هي نفسها سرعة اختفاء اي هي نفسها اضم حلال اي الا انلاحظ معاي شوف المفاجأة وين رحت وين رحت يا هديل بده احط سالب يا سلام السالب مبدئيا للدلالة على انها مادة متفاعلة مادة ايش متفاعلة يعني اعطيك مثلا مش انت بتقول المادة المتفاعلة تركيزها بنقص خلينا وضح شغلي قبل ما حل سؤال اه يعني مثلا كان تركيزها عشرة مولار صار خمسة مولار انتو بتنسوا انه هاي شو معناتها تغير شو يعني تغير يا عمار تغير يعني نهائي ناقص ابتدائي يعني عشرة صارت خمسة صارت خمسة من النهائي خمسة خمسة ناقص عشرة سالب خمسة سالب خمسة عمرك شفت سرعة بالسالب لا لا هذك التسارع تقول ايش تتفصحا تفصحا علي هذك يا سارة التسارع ما فيه عشانك بضربوها بسالب سالب ما سالب بصير ايش موجب يعني باختصار مبدئيا عمنا نوخد سؤال ان الله مع الصابرين مبدئيا السالب للدلالة على التناقص التركيز اكتباه السالب للدلالة على التناقص التركيز السالب ها للدلالة ها للدلالة للدلالة على تناقص التركيز بقس مادة متفاعلة يا السلام نكمل نحن نحكي عموميات طيب هاي ممكن اعبر عن سرعة التفاعل بدلالة ايه طب ممكن شغلي ثاني سرعة اها والروحت اقعد اقعد لسا ما بدينا الله يدينا وياك ان شاء الله كله امين بدلالة به اطلعوا لي هنا كويس طلعوا لي هنا يا زيد البي مادة متفاعلة ام ناتجة استاذ يسمى متفاعلة اللي هي نفسه سرعة اختفاء بي ويساوي اللي هو الريت سرعة الريت شو بديت اربط الان طيب كيف تقاس من خلال القانون بني جي نحكي التغير في تركيز بي خلص احنا المعتمد لدينا التركيز ما لم يذكر غير ذلك بما انها مادة متفاعلة يا سلام شاطر يا احمد من حدسان نعم شو شا حالك طب ليش ما حطينا سالب هون سالب هون لو هون ها ها ايوا 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 يا سلام نعم يا مس لينا وستاذ يوسف من تكاتب استهلاك كاتب اختفاء والاستهلاك والاختفاء دليل على تناقص التركيز من تكاتب من تقول تسالب هون تعوض فقط في القانون لما اجي اطبق القانون لسببين للدلالة على انها مادة متفاعلة والنقطة الاهم لما اجي اعوض نهاي ناقص ابتدائي بطلع سالب لانه المادة المتفاعلة تنقص يعني تركيزها الاول اكبر من تركيزها الثاني اذا لما تقول نهاي ناقص ابتدائي بطلع سالب سالب مع سالب بروح يا سلام وسته اسا مش داخل بمخي هسا بناخد سؤال خليها تدخل مخة غصبا عنك لكن خلينا احكي الاساس اذا مرة ثاني هي كمية طبعا هي كمية بس حلوة الان نيجي نغير قلم لانه في بعض الطلاب والطالبات بشرت اذا غيرنا لهم سرعة التفاعل يا سلام بدلالة سي والدلال يعيني والدلال يعيني اذا انا هي كمية ان شاء الله يكون انا اقول لك عدد سكان الاردن 11 مليون و370 الف وفرطة بقدر اقيس سرعة كل واحد فيهم سطب متسويات ايخليها بعدين شوي نعم اتدلل زي وعفو نفيزة بقي سرعة يوسف انت بقي سرعة هذا التفاعل قيس نسبة لا اي او لسي او لبي او لدي بعدين نزبطها طيب سي مادة ناتجة ولا متفاعلة ناتجة هي نفس سرعة انتاج سي عمين ليش انا بذكر هذا الكلام يا مسهديل كلمة سرعة التفاعل بدلالة سي هي نفس سرعة انتاج سي حلو كلام الان لما نيجي نطبق القانون سو 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 ها يا تالا استعجلي تالا دايما سال يوسف التغير في تركيز سي على التغير في الزمن وما تحط سالب الله يفتح عليك ليش ما نحط سالب لانه انتاج تركيزها بزيد تركيزها بزيد يعني عفوا فالكلمين لو كان تركيزها لابتداء واحد مولار تركيزها النهائي نهائي عشرة عشرة ناقص واحد قيمة موجب اذا السالب بس للمتفاعل النقطة الرابعة او الطريقة الرابعة اللي هي ايش يا ابني قياس سرعة التفاعل بدلالة مين لو سمحت سرعة التفاعل سرعة التفاعل بدلالة مين يا ابني الان اللي هي دي اللي هي نفسها نغير سرعة تكوين ظهور ها اللي هي دي وتساوي انقانون عمس شهد والسادة يوسف التغير في تركيز دي على التغير في الزمن اذا لما قلنا في البداية شو قلنا هاي هاي يا سيدي اللي قلنا قلنا انه الكيميا غار من الفيزة الفيزة قلنا المسافة على الزمن كيميا قالوا التغير في كميات احدى المتفاعلات او النواتج على التغير في الزمن احدى يعني لو كان عندي يا ابني عشر متفاعلات وعشر نواتج عندي عشرين طريقة من خلالها اطل لأسر لو كان عندي خمس متفاعلات وخمس نواتج عشر حلو الان يسأل سائل استاذ يوسف معلاش نعم عشان بعدين نحل مسائل اشرب اشرب ميا استاذ يوسف حاضر اشرب معاي ميا اه طبعا الشبس متخبى من تحت الطاولة توكل جاي بسم الله الرحمن كل كل رح تذكرني لما تبدأ امتعان وزارة والجوع وتقعد تتحفتل على الكرس ومش عارف تقعد وانت ساعتين بس المي اللي امامك بسم الله طيب هل السرعة اللي حسبتها بدلالة اي في الخطوة الاولى بتساوي السرعة اللي حسبتها بدلالة بي في الخطوة الثانية تساوي السرعة اللي حسبتها بدلالة سي في الخطوة الثالثة تساوي سرعة دي يعني باختصار هل السرعات هنا متساوية هل سرعة اي نفسها بي نفسها سي نفسها دي ها نعطي مجال وين روحتي يا نور سبيكي بنسماء ها تولين خليكي معاي ماريا هل سرعة ايه نفسها بي نفسها سي نفسها دي سليسف عشان هيك هي كيميا طيب هون الاصل الاصل انت تساوي السرعة الاصل انت تساوي السرعة عمي احكي لكم شغلي انت عائلة في البيت مثلا انا عائلتي انا زوجتي واطفالي واطفالي الثلاثة خمسة هسا اللي بجرع عليه بجرع الباقي صح هسا انت عائلتك مجموعة نفس الشي التفاعل عائلة عائلة شو قصدك عائلة اللي بنقص من اي بروح لسي ودي اللي بنقص من بي بروح من سي يعني اللي بنقص هون بزيد هون اللي بجرع هاد بجرع هاد عائلة وكل تفاعل له خصوصية تختلف عن التفاعل الاخر لذلك التفاعل يسمى مجموعة كيميائية الله عائلة تذكروا الكلام هسا لحظوا معي نطلع الرقم هذا بعد ذنكم عمي ركزه فيه شوي ويري أستاذ يوسف هيته هذا الرقم له اثنين لأي ثلاث لبي أربع لسي خمس إيش يسمى هذا الرقم سيد سيد ها ها مين مين تخبه ها يا قاسم سيد يوسف هذا اسمه عدد المولات أحسنت هذا يا جماعة إلكم معلومة إلكم هذا يسمى عدد المولات بعدين صاروا بعض يعني العلماء أو الناس يسموه عدد المولات النظري النظري أي الذي يشاهد من المعادلة لأنه في نحظة صار يخبطه بين عدد المولات المحسوب والنظري المحسوب اللي بتتذكر كنا نطلعه number of moles على الفوليوم هايوة number of moles اللي هي الكتلة على الكتلة المولية فهذا هذا عدد المولات مولات نظري الآن حديثا حديثا صاروا يطلقوا عليه مسمى آخر معامل المادة شو اسموه يا أحمد معامل المادة يعني إذا سئلت ما هو معامل A بتخل له 2 ما هو معامل B عفوا بتخل له 3 ما هو معامل C بتخل له 4 ما هو معامل D بتخل له 5 حلو الكلام لهون معامل السؤال المطروح هسا سرعة A لا تساوي B ولا تساوي C ولا D بتارفوا ليش لأنه سرعة A اللي منطلح عمي لاثنين مول وسرعة B اللي منطلح لثلاث مول وسرعة C اللي منطلح لأربعة مول وسرعة الديل منطلح لخمس مول الله أكبر طبعا 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 سرعة الديل خمس مول كل خمس مول سرعتهم كذا أربعة مول كل أربعة مول سرعتهم كذا ثلاث مول كل ثلاث سرعتهم كذا كانوا زمان بس والله والله الله عنكم في فترة كورونا والله كانت طامة على الجميع على الجميع والله يا عمي والله كل الأجيال 2005 ست سبعة يعني بس هو أكثر جيل ظلم هسا بنفخ راسهم اللي هو جيل الـ 2005 يعني عفوا حتى طلاب إن شاء الله اللي بتطلع عليه في ناس تطلعوا عليه جيل الـ 2006 يعني لسا أنتوا أقل ضرر من جيل الـ 2005 حقيقة الله يعطيكم العافية عمي بس لازم تجتهدوا وتتعلموا كانوا يدرسون زمان بالصف العاشر القيمة المحسوبة لأي مادة يعني مثلا إجاد حسبت سرعة اي ضغط اي قيمة محسوبة لأي مادة تمثل معامل تلك المادة وين يا بني في المعادلة الموزونة في المعادلة الموزونة هذا عرف إن شاء الله اللي بيطلع دكتور سيدة لاني لما يشتغل فيه تصنيع الأدوية يقعد يحسب طلعت معا قيمة معينة كتلة معينة للأسبرين لنفترض باجي بطلع المعادلة يطلع معامل الأسبرين ثلاث إذن كل ثلاث مول كتلتهم كذا يجينا طلعنا ضغط اي الضغط بكل اثنين مول يجينا طلعنا سرعة اي أي قيمة بتحسبها لنفس المعامل طيب كيف بدي أساويهم ببعض طب هنا للأسف السرعات مختلفة ليش السرعات مختلفة لأن المعاملات تختلف طب شو أسوي أنا شو أسوي أنا شو أسوي أنا يا الله شو أسوي شو أسوي أسأل سؤال في البيت إيجيت تتوزن أو إيجيت تتوزن قبل ما تتوزن ما هي كل أمة لا إلى الله توزن كل العيلة وعيلة أمك وأبوك وعيلتكم وكل أصحاكم توزنوا على الميزان قبل ما تتوزن شو بتسوي ها ها نعم من صفر الجهاز شو يعني من صفره من رجعه لصفر نفس الشي إحنا عنا في الكيميا بدل صفر من واحد يعني من رجل أواحد فكروا معاي هيك ثواني كيف السرعة هاي تاعة دي لخمسة تاعة سي لأربعة تاعة بي لثلاث تاعة أي لاثنين كيف ممكن أوحدهم كيف ممكن أوحدهم أقعد يا عمار أقعد أقعد ظل لك تحافتها المحمود عبد الله على السلام أقعد ها ها أيوة أيوة مين وووو وين والله ما شاء الله عليك من آخر السطر ينال تفضل أستاذ يوسف عشان توحدهم قسم كل قيمة على معاملها مش فاهم ينال فاهمني يعني أستاذ يوسف شو معاملة هاي اثنين مش انت بتقول كل اثنين مول مثلا ضغطهم أنا بحكي الضغط لأنه بسيط لكم أو بلاش ضغط كل اثنين سرعتهم عشرة كل اثنين سرعتهم عشرة طب الواحد كم سرعته خمسة الله عشرة على ثنين خمسة كل ثلاث سرعتهم تسعة طب كل واحد كم تسعة ثلاث ثلاث فبالتالي الكتاب شو عمل يا عمي طلع معاي طلع على الكتاب شو عمل لطفا الكتاب باختصار شديد عمل ما يلي تفضل يا سيد بسم الله عمل ما يلي قل لك ما يلي ها بدنا نبروزها بروزها عندك هيا سمين حل مسائل ما شاء الله بتكون انتوا تحلوا بدون ما تفهموا الخلاصة اللي راح نحل عليها واللي بتهمنا في كل ايش كل طرائق القياس رسم بياني قانون سرعة من مكان يعني درس اول درس ثاني لإيجاد بروزها عندك لإيجاد علاقة ايش مساواة بين معدلات السرعة يعني بدي ساوي اي مع بي مع سي مع دي نقسم نقسم ايش كل منها منها على معامل مادته في المعادلة الموزونة في المعادلة الموزونة هذه بروز ليا يعني بنيجي قول بدنا نساوي يا ابني اي مع بي مع سي مع دي هسا بكتبها بنيجي قول سرعة اختفاء اي عثنين تساوي سرعة اختفاء بي عثلاث تساوي سرعة انتاج سي على اربعة دي عخمس يعني يا جماعة الخير تفضل حاضر يا سيدي بنيجي قول معدل سرعة التفاعل ها او سرعة التفاعل تساوي سرعة اختفاء خلينا نكتبهم بعدين نحط المعاملات اي لان اي كانت مادة متفاعلة سرعة اختفاء بي هسا نشوف المعاملات سرعة انتاج سي تساوي سرعة انتاج دي هل هذه العلاقة صحيحة اذا نظرنا لهذا التفاعل وين التفاعل يا استاذي وين هذا طبعا من صحيح ليش من صحيحة لان اي اثنين مول بي ثلاث مستحيل تتساوي السرعات الا اذا تساوت المعاملات اذا شو الصح عشان نسويهم قسم كل واحد منهم عن معامله شو معامل اي اثنين ثلاث اربعة خمس خلص انا حطتم معناته اي اثنين يا بني هيا سيدي اي اثنين بصير لواحد مول وبي على ثلاث وسي على اربعة ودي على خمسين اشتركوا في القناة